اشتركوا في القناة بمشاركة سعادة اللور طارق احمد وزير شؤون حقوق الانسان بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة وصعادة السيد ستيفن جيلن نائب مساعد وزير الخارجية المسؤول عن شؤون الشرق الادنى وشؤون العمل الدولية والامن وحقوق الانسان في مكتب الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل بوزارة خارجية الولايات المتحدة الامريكية وفي الجلسة الافتتاحية للورشة ألقى سعادة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية كلمة أعرب فيها عن بالغ الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ محمد بن انضارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله برعاية هذه الورشة المهمة معبرا عن بالغ تقديره لما تلقاه وزارة الخارجية من دعم من سموه ورعاية واهتمام وقال سعادته إن مملكة البحرين تمكنت من تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة والمشروعات المتميزة في مجال حماية حقوق الانسان بفضل النهج الاصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والجهود الدأوبة والمتواصلة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله الأمر الذي وفر بيئة مطمئنة حافظة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها حق العيش بسلام وقد أشار سعادة وزير الخارجية إلى أن الوزارة وانطلاقا من مسؤوليتها السياسية حريصة جدا على أن تنطلق دبلوماسيتها الحقوقية من استلهام رؤى وتوجيهات جلالة الملك المفدة لترسيخ دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية وقانونية رئيسية تجسدت في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين وكافة القوانين المرعية والعمل على تعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المجتمع والسعي لممارسة مسؤولياتها وواجباتها في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الأمن والسلم لمملكة البحرين ومواطنيها الكرام وكافة المقيمين فيها وللمنطقة وشعوبها جميعا لأن استقرار وازدهار بلادنا هو جزء من استقرار وأمن وازدهار المنطقة عموما إن الدور المناط بوزارة الخارجية والمسؤوليات الموكلة إليها لا تقتصر فقط على حماية سيادة واستقلال ومصالح المملكة ومكانتها الإقليمية والدولية وتوثيق وتطوير علاقات التعاون مع مختلف دول العالم وبدل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وإنما يتعداها إلى ما هو أشمل من ذلك وهو تعزيز ركائز استراتيجية المملكة في تحقيق دولة العدالة والمساواة والقانون ونشر ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر وترسيخ قيم السلام والمحبة والتآخي بين الأمم وهي قيم ترسخت عبر السنين في هذا المجتمع العريق الذي تميز بالطيبة والأصالة والتآلف والتآخي ومن هنا مسؤولية الدبلوماسية البحرينية أن تنشر هذه القيم وتبرزها للآخرين وتصحح نظرتهم وتصوب مفاهيمهم الخاطئ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر